زمن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا أن الأعمال إلى الله ترفع أن الأعمال الصالحة وأعمال الإنسان بترفع إلى الله تبارك وتعالى كل عام وكل أسبوع وكل يوم في كل عام في شهر شعبان لهذا الحديث وفي كل أسبوع يومي الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم يغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك به شيئا يومي الاثنين والخميس إلا المتشاحنين أو المتخاصمين فيقول الله تعالى انظروا هذين حتى يصطلح وعندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وأيضا الأعمال بترفع إلى الله كل يوم بعد صلاطي الفجر والعصر للحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيسأل الله تعالى الذين باتوا فيكم يعني من الملائكة وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون يا ربنا أي الملائكة تقول يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون الرفع الأعمال إلى الله يعني أن الأعمال الصالحة والأعمال السيئة بترفع وربنا سبحانه وتعالى بيغفر للذين تابوا يعني بيرد السيئات اللي أنت عملتها أن أنت تبت منها يقول الله جل شأنه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب شهر شعبان لهذا نحن نصوم فيه ونتدرب فيه على العبادة من صيام وصدقة وقراءة للقرآن وذكر لله وأعمال صالحة وأخلاق طيبة وسلوك واضح وإتقان في العمل